اشتركوا في القناة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الآية فيها أسلوب الحصر يعني أن الله سبحانه وتعالى حصر الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس في أمر واحد حصروا في أمر واحد وهو إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يعني يوحدون كما بسرها ابن عباس رضي الله عنه وأسلوب الحصر في هذه الآية بالنفي في قوله وما هنا نفي وبالإسثناء بقوله جل وعلا إلا قال الشيخ العثمين والحصر بأداتي النفي والإسثناء هو أقوى أسلوب في الحصر أقوى أسلوب وهذا فيه زيادة تأكيد على أن الغاية الكبرى والعظمى والوحيدة التي خلقنا الله من أجلها هي إلا ليعبدون يعني وحدون ثانيا التوحيد في هذه الآية هو توحيد العبادة لأن الله تعالى قال إلا ليعبدون وإفراد الله بالعبادة هو ما يسمى عند العلماء بتوحيد الألوهية فدلت الآية على أن الغاية الغاية من جميع أنواع التوحيد هي توحيد العبادة الألوهية ولذلك الرسل جميعا ما أرسل الله واحدا منهم إلا لتوحيد العبادة الألوهية وما أرسلنا من قبلك من رسول شوف نهاية الآية نفس نهاية الآية ابتعت وما خلقت الجن والإنس نفس المعنى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهناك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فدلت الآيتان معا أن خلقنا ما كان إلا للألوهية راضى الله بالعبادة وبعثة الرسل وإرسال الرسل ما كان إلا للألوهية وإفراد الله بالعبادة دلت الآيتان على همية توحيد الألوهية ولذلك جميع الرسل جاءوا لهذا الأمر قال الشيخ الفوزان والرموية دليل وبرهان على توحيد الألوهي قال ودليل هذا قوله تعالى يَأَيُّهَا النَّاسُ احْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشَا وَالْسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بكل روبيه خلقكم هنا من قبله أنزل من السماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم بكل روبيه ليه؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن هنا نعلم أن الجماعات التي لا تتكلم في ذوحيد الولوية وتركز دعوتها على الروبية فقط ليست محققة للغاية التي من أجلها خلقنا الله وليست على دعوة الرسل لأن دعوة الرسل وما أرسلها من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ليست على دعوة الرسل كجماعة التبليغ ولك الله خلق السماء خلق الوطن الشمش البحر التراب هذا لا يخرج الإنسان من الكفر إلى الإسلام هو توحيد لكنه لا يكفي لإخراجه من الكفر إلى الإسلام ما هو الدليل؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا المشركين ذات من الكفار هذا المجاهل وبلاء وكذلك جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين أسوأ حالا من هؤلاء وغيرهم لأن هؤلاء أخذوا الربوبية أو جزءا كبيرا منها وجماعة الإخوان المسلمين أخذوا جزءا واحدا من توحيد الربوبية وتركوا باقي الربوبية وتركوا كل توحيد الربوية كل الأولوية الدعوة إليها فأخذوا الحاكمية قال شيخ العثيمين رحمه الله والحاكمية هذا ذكره في كتاب فتاوى أركان الإسلام لعثيمين قال والحاكمية جزء من الربوبية جزء فالإخوان المسلمين ما سألوا جزء شيخ الفوزان في شرح الكشف الشبهات قال بعض الناس ويعني الإخوان المسلمين قال بعض الناس قال بعض الناس جعلوا كل الدين الدعوة إلى الحاكمية قالوا الحاكمية جزء من التوحيد فأخذوا بهذا الجزء وجعلوه كل الدين كل الدين جعلوا الجزء ده ولم يدعو الناس إلى توحيد الربوبية وبالأفراد الله بالعبادة ولم يحاربوا الشرك هل نقول لهم إذا وقعوا الناس الحاكمية وتركوا باقي أنواع التوحيد لما صاروا مسلمين لما صاروا شنا يا جماعة لما صاروا مسلمين فكل هذه الدعوات باطلة بنص هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مع الأخذ بغيرها من الآيات كما ذكرنا كذلك نستفيد من هذه الآيات أن الداعية الذي على الحق وعلى منهج الرسل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هو الذي يدعو بهذه الدعوة يركز على الألوهية وعلى إفراد الله بالعبادة لأن الخلق أكثرهم ضلوا في هذا الأمر في الألوهية وفي إفراد الله بالعبادة ولأن النزاع في أصله ما وقع في الغالب الأعم إلا في توحيد شنا يا جماعة الألوهية نعم المشركون أنكروا بعض الأسماء قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن ولكن ضلوا في الغالب الأعم في توحيد الألوهية الآن أنا مشي مسجد طبق الكلام ده كله عمل كده أمشي مجد عصوفية الآن قل لهم يا جماعة أنتوا عارفين الله خلق السماء براو بقول لك صح خلق الواطا براو بقول لك صح خلق الجبال كمان أيوه وكمان يا ولدي بقول لك كده البحر والشمش كله بتدوك بتموالك لكن قل لهم الخلق ذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وبعد ذاك شرع لهم الأنداد دلمنو وكيف يكون الأنداد وكيف يكون اتخاذ الأنداد دعاء غير الله دعاء لأولياء دعاء حتى لو ما سميت لهم مشايقهم دعاء الصالحين ده اتخاذ أنداد ولا ما اتخاذ أنداد المشكلة بتقوم طوالي ليه لأنه انتهى بشت الجرح والمشكلة كانت هنا جما فيه ناس والله فيه بقولوا نحن سلفين ودي كمان مصيبة ده فاتوا لأخوان المسلمين وفاتوا جماعة التبليغ يقول نحن سلفين خلاص لا مسكوا ربوبية ولا ألوهية ولا أسمعوا صفات بيتكلموا الناس في الرغائق بس ده خير منه التبليغي والله يجد التبليغي به سجموا ورماده في النهاية ماسك في الرغوبية في ناس خلوا توحد الرغوبية ذاته وخلوا الدعوة لتوحد الأولوهية ذاته ولا الأسمع وصفات ده لشي غالين بس تزكي زي الأهبل أليس محمد حسين يعقوب دهك أجابوا السجابين أنه ينصرسون تاني للمرة المليون بعد علمهم المؤكد علم اليقين وعين اليقين إن الزول ده طلع على الحاكم وريك في السيريج فوق ولا ما طلع 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 في السيريج كمان حاجة عالية كده ما عارف هو معاه ذاك محمد حسان طلع فوق شوفوا ربنا طلعهم فوق عشان أي زول منكرين ننازل خوارج يجبهم فوق حتى ما تحيز ذاته لأنه تحجم كيقول لك ما يهو بيشبه طلع فوق وحبوك في الله تحبوني انت يا الخوارج تحبهم كيف خلاص فجايبينه تاني تمانده علاقة أصلا ولا توحيز ذاته بس كلام كله كلام فارق وكلام عجيب جدا خلاص وكلام أصلا باطل ذاته هذا الرجل المجرم الأفاك الأثيم فالشاب يكون فاهمة جماعة الدعوة هنا وقع فيها النزاع زي ما قال الشيخ محمد الوهاب قال لأن الأنوهية هي التي وقع فيها النزاع ده محل المشاكل ده دعوة الرسل في أنبياء نشرهم بالمنشار منشار عديد كده منشار لحد ما ماتوا أنبياء كتلهم بني إسرائيل كتلوا كم نبي اليهود كتلوا كم نبي كتلوا أنبياء كثيرين ليه؟ للدعوة ذي جماعة إلى توحيد الله عز وجل أنه ربنا قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهُ وَيْتَنْوُوا الْتَّعُوُضُ خلاصة كلامي في دقيقة واحدة المطلوب من أن نشره المطلوب أن نحمل الدعوة دي دعوة التوحيد وتركز أكثر ما بنقول تخلي ذاك باقي التوحيد لا لكن تركز أكثر لأنه ده فيها المشكلة الآن خلاص وده ما حل الجرح بتاع الناس تركز أكثر في توحيد الألوهية تكلمهم إنه غير الله ما بيعلم الغيب غير الله ما بدي الجنة خلاص وإن كان دروا بي ذاته الجنة كذلك غير ربنا سبحانه وتعالى ما يدعاه ما يتوكل عليه ما يستغاث حتى لو بيقى هو لي يقول لهم لو بيقى النبي ذاته ما يجوز دعو من دون الله الرجل دا قال ما شاء الله وشئت يا محمد بس الكلمة قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فالمساجد ده كله محتاج الكلام بيوتنا كله محتاج الكلام ده الشوارع ده كله المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات والمصانع والمدارس والجامعات والمعاهد العليا والوسطى والصورة كله محتاج الكلام الحلقات الأسواق كلهم حتى الناس اللي بيقولوا موحدين ذاتهم محتاجين لهذا التوحيد يا جماعة صح بيحصل لك مشاكل بيحصل لك مضايقات غير وضرب هسا بواحد أخونا في مضروة في الدروشاب حكى له أخونا مبارح واحد تكلم واحد صوفي قام أصل للشرك بالله هدير كده أخونا ده قام رد عليه جزاه الله خير وحبزه الله ضربوا الجامع كله ضربوا رأسه دمش وخيوته لكله مبارح حكى له أخونا من أخوانا المعروفين بسا نسيت اسمه فده ده طريقة الرسول لجماعة أو وعد تمشي تتلونه ده الموضوع خلي دقوك خلي دقوك وما تسمع كلام الناس المخزلين والمصبطين اللي يقول لك لا وما واجب وما عارف وما تذكر اسمه لكل كلام باطل حنبينه بكرة إن شاء الله في البلد هنا منها موضوع القنوات اللي كان المايكات بتاع تظهرت في المحاضرة بتاع الدعش وبعض الناس برضو يتكلموا أو بعض المآخذ ويعتبروها كلام المشايخ في بعض الحواري عبد الرحمن حاميد وخاري عبد اللطيف وحمد المي اسماعيل فلسه في يعني غبش الصورة ما واضحة بعض الناس المعلومة ما وصلتهم كاملة الشيخ إن شاء الله يوضح ضلال الجماعة ليل وشوفها بتاعة القنوات التي ظهرت في المحاضرة وعسى الله عز وجل يعني الشبح تنزح الشبح تنزح والناس يعرفوا الحق ليحيا من حي عن بينا ويهلك من هلك عن بينا إن شاء الله هذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعض الشباب دعيناه من إخواننا لكن ما ما جوا بعض الشباب التعامل مع أهل البدع برضو فيه وشكال هنا والله بدا الشيخ إن شاء الله يوضح لنا وجزاو الله خير السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله مسألة المايكات أو في مايك أو قالوا مايكين ما بعرفه بتاعت شيء عجات في المحاضرة بتاعتنا أنا ما شفتها والله للليلة ما شفتها لكن أخبرت بهذا الأمر تاني يوم من المحاضرة يعني بكرية المحاضرة ما عارف إني يكون إن حد عواننا مع أهل البدع كيف أو يدعواننا مع الشيعة كيف ما عارفين أصلا حيا ما عارف إني وما عرفنا إلا تاني يوم وعندين يارفوا ثالث يوم ولو عرفناهم في وقتهم ما أدعى نخليناهم بس في شنعان وينوهنا التعاون مع أهل البدع ما في أي حاج وإننا كنا مهمومين نتكلم عن داعش وشنو ومتظم المحاضرة وجوطة ما شايفين ما يكشيع ولا ما يكغير بس دا الموضوع يعني أما الناس اللي أنكروا علينا دا هم ذاتهم هم ذاتهم فينا يدعوان مع الشيعة بتاعنا الهواري واتباع حمد المن إسماعيل وغيره دا أصلا بيزكوا سيد غطب سيد غطب دا جنو ملعف المريخ دا ما شيعي شيعي شيخ رضيق قال ما من بدعة ما من بدعة إلا وجماعة سيد غطب بدعة اليهود بدعة النصارى والله يجد بدعة الحلولية والاتحادية الصوفية بدعة الخوارج بدعة الشيعة الرافضة ما من وقال الإسلام مزيد من الشيوعية والاشتراكية والنصرانية وشنو ما عارف ما من بدعة لوجه الأرض فيما نعلم كبيرا إلا جمعها سيد غطب هذا المزبلة والزبالة للبدعة ودعا كله ما تبعه سيد غطب هواري حدرام إسماعيل مين 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 دعا تبعه سيد غطب وسيد غطب يسب الصحابة ولا ما قايا يسبه يسب الأنبياء عديل والرسل عديل من أقول العزمة الخمسة من الرسل ما سبه موسى عليه السلام ما قال عصب المزاج الهواري ما جئت لو لو هذا الملولو وقال دا دا ما سب ما سب كيف يعني كيف يعني ما سب ونعنى كنا الهواري لما الطالبات قال سبيتوني لما سيد غطب يقول موسى عليه السلام عصب المزاج ومتعجل حواري يقول دا ما سب يعني هو ما كانت مقدمة على موسى عليه السلام فده ده 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 لا يفقى شيء أصلا في الإسلام لكن رفع عن ناس واطين أصلا شكيد رفعوا فوقهم لأنهم أصلا واطين رفعوه وهو أصلا تلميذ محمد بن ناصر السحيباني السروري الإخواني من الإخوان المسلمين التكفيري الداعشي المبتدع الضال تلميذوا الهواري وجابوا من هناك لحد مسجد المزاد جابوا الهواري ده زاد جاب السحيباني ولما كتف الموقع البسمو رسمي للجماعة المار رسمية سارسون المحمدية كتب قال الشيغل أول عنده دكتور محمد بن ناصر السحيباني كتبه الهواري بقلمي هذا يحلوها كيف وده الكل ما تبعه سيد غطب السحيباني زاد ما تبعه سيد غطب وسيد غطب ده شيعي شيعي خبيس رافضي أخو مسلم أي حاجة صوفي أي بدعة في راسك يهوي سيد غطب والله العظيم جد فده ده الحاصل كيف نحن ومحمد نصر وبدالقادر ده أما يعتقد عقد الشيعة كيف تقوله كده الفوزان قال يعني قلنا الفوزان قال ولا ما قال قال ده ما زل يعتقد عقد الترافضة محمد نصر وبدالقادر يسيب الصحابة يقول لها سعال بن نبي طالب ومعاب نوسفيان ما ديل الصحابة اللي بتكلم عنهم ولا ما بتكلم عن غيرهم ديل ولمعاهم قال ديل اقتدلوا في السلطة وبعضهم كان عندهم حظ من الدنيا بكلامه ده ما عقدت الشيعة لأنه مكرافون جابوه ما شوفنا زاته يعيبوا علينا ولا شوفنا زاته خلاص فده الحاصل هان تاني قوتش نعم مسألة مسألة القنوات الشعية مردودة أول شي في قناة منار دي معروفة تابعة لحزب الله وقناة تاني اسيم الفرات أنا متابعة شوو الله أي خطاب للرئيس في قاعة الصداقة في الولايات خطاب لبكر حسن صالح خطاب لواحد من الوزراء بتاقي المكرافونات دي قاعدة وما مركب فيها البصلات والمايكات دي ما ويرلس دي برضو بيجبوها لك نصرصونا وقل لك المكرافونات دي ورس لما ويرلس أي مايك ويرلس بيكون ضنب ومدبب وظاهر عليه وشنو دي بتلقاه جاك بداع مقلوع عندها ثلاثة سنون مارقة كده دي بخطوها نظام بتاع تشليفة بس ماكتر أي مؤتمر بخطوه كأنه في بس عالمي جابنا ناس التلفزيون القومي خاتلنا واحد اثنين الحلبيزاته ظهر في قناة المنار بعض ما تلسانه وإن كان ظهوري في هذه القناة قال أنه تلقاه في اليوتيوب بص sten قال وإن كان ظهوري في هذه القناة مفسدة قال ولكنه مصلحة لأنه كان lean تفجير بتاع كربيلاء ومتأهمينها على سنة لأنهم الفجروا الملقة بتاع الحسين قال وإن كان ظهوري في هذه القناة الرافضية مفسدة قالوا ولكنه من باب الدفاع عن سنة عن أهل السنة monthك تظاهر في المنارة داليا ما جогلبه كما جعلوا هنا فتا كلام فارغ اثنين تلاتة تلاتة الشيعة ذاتهم يستحيل يعرضوا كلام فيه تزكية لمعاوية وعمر بن العص وابو سفيان وسناء على ابو بكر وعمر ومتحل منهج محمد بن عبدالوهاب ومتحل بن تيمية وفيه زملة سيد قطب يجي يعرضوا للناس ويعرضوا للشيعة لما يحسن صورة الوهابية في نظر الشيعة يقول لنا وهابي هناك فديدي يشبه اهوها من بيت العنكبود فنظر رأسهم خفيف والزول ما يجتغل بيهم بعد بس ما اكترون كده جزاق الله الغنواتي والله زادت وانا ما بعرفها الا بعد تاني يوم زادت وقالوا الفراد وذلك الفراد يجنو قالوا ده عدد الشيعة والتاني يوم الفهو قالوا تابع للشيعة والله انا ما بعرفها لانا ما قد نحضر تلفزيون لكن بتاع التنظيم ذال بتاع التلفزيون واحد قالوا في رئيس عندهم في التنظيم بيحضر ناس ريال مدريد والدور الانجليزي بيشتري الكرت قال في عائز ما كرت الكرت شنو اعارب بيشتروا بيركبوا هنا في ابو عدم بيشتروا باثنين مليون ناس التنظيم بيحضروا الليفربول وما عارف شنو والله انا ملعب كورة ما كنت بحضروا خليها سعر اهي الصباح يشتروا جرائل اصدى او ما اعرف لك شنو اصدى امدفع انترفيزيون أنا والله انا مابنا عارب ازام تعارب لو شفنا هذه انا غايته لو شفتها هذه الفورات ما بعارب لعقاشية الا لما اقولوني تاني اوم اللي دعقاشية ما بعارب الانتعاون مع هم البيدع ما بيجوز ربنا قال فلا تقعدوا معهم انكم اذا مزدوا انتهى الموضوع وتعاونوا على البر وتقود الاهل السنة مع بعض. ولا تعاون على إثم العدوان. الإثم العدوان يدخل فيه الشيخ الفوزان قال التعاون على البدع. قال تعاون على البدع فوزات وإثم العدوان. وتعاون على البر للتقوى يبقى ديشنا يا جماعة لأهل السنة. ما ليه البدع. ما فيه. والرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوليك الذين سمى الله فحذرهم. تجد والله يقدم معهم. الرسول قال حذرهم. واضح الكلام. هذه الصحي البخاري من ريو دعايش. ولا ديروا كتل الكلام. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بس. المزالة بتاعة كتل ملف. أنا قلت بحكي زواج الرسول على ما قلت بعد ما عقد. بعد ما ازوج خديجة قلت. بنا بها قال الصحابة همشوا وكتل ملف صفية يعني مش كده من البعد ما قال الجيجة مش مش ناحية. اهي. فبعد ذاك اعتذرنا كنا الكلمة دي كلمة سوقية. ما تليق بالنبز عسلم وهذا خطأ منا وكتا وكتا وكتا. ولما اعتذرت فجد ليش عن صوت القادر. كان الوقت داك شيخنا وكتا. شاكلني قال لي انت التوب ساكد. كلمة دي قال لي ما كلمة معروفة. انت التوب ساكد لي. ما شاورني انت. يا ساعة يتوبنا. والله زي دا. انت كنت قاعد او بقل. او بقل قاعد في الصيلون بتاوله السوقن دات. فقاعدين قال كده. فهذا العازل. لما لما اختلفنا بها وقال كافر. والله جوا ده هوا. ده والله هوا ده تراوه عادين. والله العازل. انا بضحك بس ما اعمل. النازل. النازل انا ما اعرف. هل هما? هل هما? انا بسأل. الناسين ينفيهم غيامة? هل الناسين قول الله عز وجل ما يلفز من قول إلا لدي رقيب حتيب? ليه هما بيخافوا من الناس? ما بيخشوا الله النازل? انا بسألهم. ما بيخافوا الله? يا الناس مجرمين يجراء ما اجيب خلاص. والهواردة ابنا مشي لهنا وبقرد في البيت نقعد معه ليه واحدة بالليل كان. قال انه شيخ يدق قلوات الرد والله العظيم. دعاتنا ديل ما طالما بدعانه على البدع السرورية ديل عشرة سنة لا قدام ما هيبضل سنة واحدة السودان. مش غيب انا حلب عليه غسم. بس بجاي بس غفلنا كذا. عمل مؤتمر ما من بحيرة قال الاصل هو التعاوم على البدع. يعني هذا يقول له كيف? وطفت جاب الحالب من الاردن. اول حاجة مشالي الهوار هناك. مشالي الهوار هناك. ادعاوم معاه. وقلع وجابه من هناك اللي هنا. وجابه يا عقوب. مسين ولا عريفي. واتمنوا ترى? برهامي. برهامي. وشومان داك المصارع داك جاوه ورده. وتاني بتطفش وجابه من آخر واحد? ها ستجاونه? لا لا يا اخي. ها? عصام احمد البشير. عصام احمد البشير بيقول السلبية كالمال آسن المعفن. خلاص والشبلة لما يسألهم من سيد غطب بيقوم بيسرخ. واقي كورك. انا ما عارب. والله ازول غريب خلاص. كل مرة يجيبوه. شوف اي زول بيجيبوه دا مرضان. اصلاح ديل ولا انصار سنة ولا غيرهم. اي زول بيجيبوه دا مرضان. مش اقول في الغالب. كل ما جواهم دا المرضان. اصار السنة جواهم دا كلهم مرضان. فوزان قاعد. محمد بنادي قاعد. شغعبيت قاعد. شغربيع قاعد. الرسلان قاعد. من غيره قاعد. النازل اصلا لو عندهم دين صحيح ما يجيبوه النازل. المناهم صحيح. لكن الطيور على اشكال يتقع. جيبوه ناس اخوان مسلمين. اخوان مسلمين بس. يا اخي في الزكر خليل داك. خليل داك. دكتور خليل حمد خليل. انا كنت مجيوه في مسجدي غايشيني بقول لانا خليت التنظيم. تاريخ تلفوا لهم في حاجة في دنيا ما بيدي. ماجا جاب لانا فيصل بن حمود الحيذري في مسجد الفتح. يعني الوقت ذاك معاهم. قال تجي تحضروا الختام ولابد انتم قال تشرفوا هذا الحفلة. قد رجدا. شن كده وعبد الحي الوقت ذاك انا فرحان شديد. انا قال الناس الوقت معي. اتاري ما في واحد الا غضباء من الكتاب ذا اكتر من عبد الحي ذاته. ماشينا قامت ذا. فيصل بن حمود ذا ذاته. محسنين باوزن. قال افضل يا دكتور طبعا ده الرد قال له في اخونا. فتحوا كده كورك. الجامعة كله تلمى. كل الجامعة تلمى. والله يا زلده صرخ صرخة. انا قدت اخونا حمود ذاكف. جرينا لجينا بس ادو الكتاب. يا مولانا بيشنو قال تكفرون. انا ما كفرناه. تبدعون. قلنا له اسلا مبتدع. ما بدعناه. هو اساسا مبتدع. من عرفنا مبتدع. قال لا لا لا. هذا الرجل انا عرفه. وابتاع. وخليل ذاك واقف. انا قدت يا اخترم الدكتور. خليل. حيرود عليه. اتاري بمتبخنة وبعض واقف بيعمل كده. رقب العربية طبج ومشو المطار ده لبتليه. واحدة بالليل. تلا دكتور اسمه فيصل الحيدري. على الكتاب ده وارينا غلط فيه علمي ما لنا ما بحصو منه. نرجع. نتوب من الورقة اللي فيها خطأ. قال ليه اتحداك تديني دليل واحد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. انه الرسول رد على زول. آه. قرفت انه جغل ملجنة مرة واحدة. يا جماعة في زول بيقول كلام زي ده. ما ده كلام غريب. ده بيدرس في جامعة المدينة. ده بيدرس. والله استغربت قلت لها كذا وكذا ديتها دي الله. قام ضحكة بتاع السخرية قال ليها المشكلة. اقول لك قال ليها المشكلة. ما في الحبز. المشكلة في المخ المحفوظ. تلا ما عليش. مش مش فهم الله حديثي. قلت لها ده. الله فتح لي وريته. تلا ابني تيمية قال في حديثة كده ابن حجر قال في ده كده ابن نووي. آه قفل الخط وقال لي خليد ده قلانا انقرحت في السودان. اهي كان قاعد شويش انا قلت عليك اضنينك ده. فزول مجرم ساكن. كل مرة يجيبوا لنا مجرم بس ينجل راسه كده يقول لنا ده عالم. ما علي. ده ما علي. ده ضارب رز وجاينة ما عنده اي علامة. ما العلم بنعريبهم نحن الفوسان اللي حيدان شق ربيع محمد بن هادي. ديال دي ساعليك ساكن. جايبينهم من وين ديال? فديل بيجيبوا ديال. زول يكون عنده قروش انت كايشنو. زول بالسعودية يقول لك فضيلة العلامة شكر الشهواني. انت سمعت زول اسمي الشهواني? ولو نصيب من اسمي. فجابوه من هناك طب شن بيو? قالوا عالم. زول بس يقول رجل اعمال عندك مليون ريال يقول لك العالم. ما علي مياخده عنده قروش? هاي كبار تلاميذ الشنجيطي. طلعي الشنجيطي ما بتعنا من العرب التحض والبيان. شنجيطي صوفي? اه. انحنا قلونا شنجيطي داك. وابا يورونا. اجماعة الشنجيطي دا شنجيطي عدوان ساكيد. يعني شخاريل داك? تعالوا تعالوا. دا داك وفينا اعرف من ان دا صوفي. ما العالم. فالنازل الناس منتهين يا اخي الله يديك. ما في كلكم شبهات. وما في زول بي في كل شبهات الا لانه بيجالسوا. مجرد ما اخونا دا قال لي فكوا كده فكوا كده. معناته فيكم ناس بيجالسوا نازل? تجالسوا من ناس لا بدعوا للتوحيد. مش ما بدعوا للتوحيد. بيشاكلوا الناس اللي بدعوا للتوحيد. ولا ما كده? العدزي ومين? شي الكتاب البرعي الان اتحداك? شفت كتاب البرعي دا? اكبر اختبار لانصار السنة. والله العظيم. عبدالحيد اصو حار شديد ما بيقدر يقرب وجنبه خليه. ده بيجيب الدعم يخليه. البرعي دا. الهلك دا. شيل كتابه. اللونه ازرق دا. الكتاب اللونه ازرق. شيله لفبما ساجد نصار رسولنا. مين المركز العام. اقيفيناك الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. الان نبين شركيات البرعي. شوف يتم الكلمة دي? اميش مزيد الصفوجية ذاته. جماعة بتان عزنا حامد. مختار بدري. وجماعة دي. ما يخلوك تتكلم. ما يخلوك تتكلم. اما شاي جامع. تتكلم عن ضلاطة البرع عن شركيات. خليه موضوع. لا يعقوب لا غيره. بس الموضوع ده. خلاص اميشيك. اخونا مشا جره من جلابته. يتكلم في البرع جره من جلابته وقفه. فالنازل لانه بيفتكره. انه كلام في التوحيد والمنهج على البدع. بوقف الدعومات. وده زاته خلل في التوحيد. يا خلاص دي لو نزلوا السوق دباعه موية. والله العظيم مبارع في الستوب. الميشي لكبر المكنمة. شباب ما شاء الله عوام يبيعوا الموية بتاعتها. الصحة. الصحة دي. يربع في البتاع الجركانة نص جنيه وربع جنيه. وما عارف شنو. حاجة لا تذكر يعني بقعد من الصباح. لحد الساعة اتناشر بالليل. يجروا ورا العربات جري. يديق الخمسة فضل باقي. يجروا وراك وراك كبري بغادي. المشايخ دالما يبقوا كده ما يشتغلوا. ان البي الله داود كان يأكله من عملي. يدي شنو اكفي الله يصف في الملحق الدين. دكتور خالد. دكتور مين. دزاته ما بهمة. دزاته ما بلغبك. طيرا مش يشتغل ياخ. اميش بيع موية بيع قلام بي اي حاجة. عشان ما تجوا ترمدوا لنا الدعوة وتقوا تنظروا لنا. درحمن عبدالخالق تاب. ما تاب لكن الدعا قروش. ما تاب. ما تاب. خلاص. فالنازل الناس مجانين في مخهم. اشتغلوا دعوة ياخي. اشتغلوا في السوق ده. بيع لبلاب بيع اي حاجة. حرفت كلامي. ما تقول تبقى زول عاطل وقاعد. شحاد. سبيل الرشاد مئة وثلاثين جنيه. ما عارف سوبه للسلام مئة واربعين. ما عارف لك شنو كنو ما عارف. ما عارف. ما تدغش يا ساكي. واحد اسمو مين باعو. في مدرمانيناك. يوسري قال لي دا فينا مقلب قريب خمسة سنة. صفوجي. تاب إلى مختار البدري. في النهاية قال لي بعد خمسة سنة. يعزيمهم قال جيداد. وباس يحلو. قال لي لما بي ناكش فيه. قد قلبت لي بوش. والله العظيم قال لي بعد شوية لقينو. اصلا شغال في عيادة تراث لو تسعة سنة. صفوجي. وديل العاملين فيها كان قال بينكرو حالها للفدعة. قرقاني اللي يضنينو. فد كله بيسوا القروش. شوف تضيع الناس يقول لها. دكتور دكتور بروف دكتور بروف. الكاش. اشتغلوا يا ناس. انتم ذاتكم. او عزول يقولوا بفرغوني. وانا طالب علم مفرق. طالب علم وشغال. ان نبي الله داود كان يأكل من عملي. يا دي. تتكلم دي كلامنا. اعوار تقول له اعوار. مجنون تقول له مجنون. اللي يفتح بلاق. لكن رد كده ما بقدر. ولا يقدر يمش معك قدام. عرفت كلامين تا? اي. فده ده تشتغل بس. الصحابة كلهم كان بيستغلوا. عبدالله بن مسعود قال كنا نحامل على ظهورنا. عالتالى. لنتصدق. قال خيروا من وطع السراء بعد الانبياء والرسل. قيروا من وطع الارض. بعد الانبياء والرسل للصحابة دي. كانوا بيستغلوا. او عزول يقول لك لا. لابد تتفرق. وتقعد. وتفتل بفرغوك دي. تسعة وتسعين في المية منهم مبتدع ومجرمين. اما القروج جايبين من حيات تراث. او زي قروج جامعية الكتابة السنة جايبين من دار البر. وده موسق عندي. والله موسق. من جوة كل جبرة موسقة. جمعية دار البر الحزبية السرورية. يريبتها كلامي. ما تتخذها ساكن. اشتغل. اشتغل. شفت الوقت البدل قد قيكتين. قول فيها كلمتين في التوحيد وبقمارك. وامش اشتغل بعارك اقدر. تتعب لما نعينك تطلع. لما نعينك تطلع. النبي دي وصل لما رعى الغنم. قال رعيته على قراريط. لأهل مكة. قراريط. حديث البخاري. يا رعى الغنم. واكتر رعي داير صبر بالمناسبة. رعي الغنم لو انت سنعرف المعلومة دي. الرسول رعى. وما من النبي الا وراء الغنم. الا وراء الغنم. عشان تكون عزيز. شوف نبي الله سليمان. لما بلغيس. رسلت له هدية. قال اتمدونني بمال. فما اتاني الله خير مما اعتاكم. مش كده. قال ارجع اليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم. شفت القوة العزة دي قام. از منع يا زول. فزول يكون عزيز. عز المؤمن استغناءه على الناس. وشرفه قيامه في اللي. فزول يكون عزيز او عك تبقى زي المشايخ والدكاتر ديل. من منظمة لمنظمة. وراكبة عربية منظمة. ومنظمة. ما بتقدر تقول الحق. انت قالوا ما عارفين الحق. جالسوا شخ ربيع. وجالسوا منه. وجوهنت رزحوا. ابا يقول الحق. بل بيقى يقول الباطل. ويأصلها للبدع من اجل المرتبات. قال ليك عزيز. متين جنيه الله في ستين يوم. دار رزق الله ليك. الحمد لله رب العالمين. تتكلم فيها للبدع. ابا يزول بيسانة. اللامين دا ما عندو حاجة يا ناس. دا زول دجال مجرم. ما عندو علاقة بالاسلام ابدا. ابدا. عرفتك اللامين دا. خلاص. وقال دا ارمية مليون قبل واحد قال لين اعملوا مناي صلح. قلت لين صلح. ما في صلح. ما في صلح. فيه قال دا ارمية قلت لين دار اي حاجة. ان الله قدرني لها. مليار ذاته. لو الله داني لها. بدي اعليه. لكن ما يزيل الاسلام. عرفتك. ولا بعتزر ليه. اعتزر ليه. ما قلته الا الحق. ولا زول مجرم. ما عندو اي علاقة بالاسلام. ولا حيران. دا الواحد في عندو علاقة بيدين الرسول النزل من السماء. والله الذي لا الى غيره ما فيه. ما فيه علاقة. عرفتك. لكن اللي قال له وظهر هنا و هنا. وبإذن الله الله يوفقنا نكسر له وظهره دا. بل كده والسن. عرفتك كلامي. وما براو. ما براو الدجال. دجالين كتان. لكن هو عامل اللي ما دي طالع في شنو. طالع في الكفر. لكن من طرشه وليه. وبيض له ان شاء الله.